وراح قل لك أكتر من هايك وهي بأول مرة بيحكيها عندك مش ممكن بدي يوقف وقل له نزيل لم الورقة شفت إنه روما من فوق غير روما من تحت كنت شايفت دولي شيء ومن بعد ما عملت وزير شفت دولي شيء تاني هاي دي الدولة مثل ما أنت شفت عن قرب ما بتتصلح قال لي اف بدي كالنسة من التنال لتلو من هون التنال لها بس وقتا كان عم ينطرح اسمي كان ينطرح اسمك ما فيني أنا أطرح حالي طالما الوزير الفرنجي موجود أنا ضد أي قائد جيش رئيس جمهورية ولم قريات سلامي ما خراب لنا بايتنا إلا وقت اللي حط بي راسبه دي عم رئيس جمهورية صار في عسكر منه لإلك صار عسكر ينتمي إلى المطعم عميد يعني صحيح اللي عملت وزير دي خلية بس لأ بعميد ضل هيك مريفقك هو الأحب لقلبك صح أكيد ليش مش نقض معي الوزير أنا سبق أو قلت إنه تأذبت لعملت عميد منها بهالسهولة إنك من ملازم لعميد يعني بدك تنطر خمس وثلاثين سنة لتعمل عميد وزير عملتها هايك بالصدفة كيف عملت وزير؟ ببعض ليه اختاروك؟ اختلفوا على وزيارة الداخلية الرئيس ميشيل عون والرئيس ميشيل اسميان وصاروا يختاروا عدة أسماء هذا ميشيل اسميان يقبل ميشيل عون ما يقبل والعكس صحيح يعني ما حافظ الألقاب واثنين هم أصحاب هلأ طلعت القرى علي من بعد عشر أسماء العسكري بس يطلع حتى قاعد بيشلح البدلة أو تضل البدلة لبسته؟ لا بده تضل البدلة حاضرة ست سنين لأنه نحن من ضلنا بالخدمة احتياط ست سنين بس بترجع مدني أو بيضل في جزء منك عسكري؟ لحد هلأ جزء ثلاثة رباعي عسكري أنا لحد هلأ ما فيني شوف مخالفات على الطريق يعني إذا واحد كب ورقة من مدة مش ممكن بدي يوقف وقاله نزيل لم الورقة يعني يعني هايدي ربينة فيها يعني أنا كي عمره 18 سنة 19 سنة وقت اللي فت على المدرسة الحربية وبقيت لعمر 58 سنة ظابت بالدرك ما معقولة هاودي روحوا هايك بس دائما فيه هايك انطباع انه ظابط كوالأمن بعتذر على التعبير يعني مثل صف تاني ظابط الجيش هو الجيش اللي هو هايبته اللي هو اسمه قاله الالتفاف الوطني حاوله ليه ما اخترت ليه اخترت كوالأمن وما اخترت الجيش اخترت كوالأمن لتلك سبق وحكيت انه أنا توفى قتل خالي الله يرحمه كان ظابط بالدرك وكان وحيد وبيقولوا من الشبهة بيخلق أربعين الولد مباري بيطلع تلتين وللخال ستة الله يرحمها توفت أصرت اني أنا أعمل ظابط بتترجيني ما بدي يكسر له خطر بيشبه ابنه لأني بيشبه ابنه يعني خالي وهيكي صار وعملت ظابط اللي قلتلي ظابط الدرك لأ بالعكس على أيامنا نحنا ما كنا نعطيه الظابط جيش وما كنا بكل المهمات الصعبة اللي كنا نعملها ولا يوم أنا بتذكر انه طالبين مساعدة الجيش اللبناني إلا هلأ بهالظروف بالعكس بالحرب كمان طلبوا مساعدتكم حربتوا انتم مع الجيش طبعا طبعا أكيد وبقينا بسكناتنا كقوة أمن ومحافظين على السكنات ومحافظين ونرد أي اعتداء على السكنات بالتفاصيل الجيش نقسم قوة الأمن من قسم وين شركت بالحرب؟ وين كنت بالحرب؟ أنا كنت مسؤول بالحرب أنا كنت بقوة الأمن الداخلية مركزي قائد شرطة القضاء يعني مش قائد شرطة رئيس مكتب التحريب بعبدة وبقيت وبيدي خبرك قبل ما أكون ببعبدة نهار أحد سنة 82 كنت أنا مسؤول عن طوارق ببعبدة وإذ فاتوا الإسرائيلية على بعبدة هلأ اللي فات على بعبدة مش هني مش الجيش كله فات جيب جيب ومعه ومعه حماية هلأ مش رح سميلك اللبناني اللي كان فات جيب هذا معروف؟ طبعا لا توفى حرام الله يرحمه كان فيه أريال شارون وكان معه نقاعد اللواء كان موجود؟ بتجيب إيس طلع وحكينا معه وتفجأنا نحن أنه هلأ بهالمرحلة نحنا إجوا شوي إجوا مللات ومصفحات وذبابات إسرائيلية وفيتوا على سرايا بعبدة هون بهالمرحلة وهذه أنا كتبها بمذكراتي بس بدي خبرك إيها بفتنا واجتمعنا نحنا مع أريال شارون جوها بطبيعة الحال وكان الله يرحمه قائد السرية يلي صار هو مدير عام لقوى الأمن الداخلي رفيق الحسن اللواء رفيق الحسن اجتمعنا جوها وطبعا بطبيعة الحال بدنا نعرف شو اللي صاير في المراكز السورية كانت موجودة حد السراية طب هني وصلوا يعني كنا خايفين ما يصير فيه اجتباك بين اتنين هلأ عرفنا أنه من الحديث بين بعضهم وكان قائد اللواء باعتقد من اسمه اللواء أو الجنرال بن حنان عرفنا أنه بدون ينزلوا على الأسر الجمهورية ويتمركزوا تحت قال الله يرحمه اللواء حسن يلي كان نقيب بوقتها غمزني وقال لي بنا ننزل لتحت تركنا هن نحن بالقوضة ونزلنا لتحت على الأسر الجمهورية لقاينا بفؤاد بطرس طالع الله يرحمه وزير خرجي وزير خرجي وخبرني وقالنا له القصة هيك هيك قال وين صار وقالنا له هون فات هو دغري لعند لعند رئي جمهورية لساركيس كمان الله يرحمه عن جد دعانه طلع هو وياه وخبرني بيقل له طلب كان الشيخ بشير قال له طلبه لنشوف شو بنا نعمل هلأ ما عرفت أنا شو اللي عاد صار بس عرفت إنه ما كفوا بقيوا فوق بسيحة بعبدة عندك قصة كمان مع الشيخ بشير هلأ هدي شيخ بشير الله يرحمه هلأ بيعتبر إنه يعني بالنهاية كان صديق لألي وكان يجي يجتمع عند المرحوم جانغانم بيتهم قبيل بيتي تمام وعلى البلكون وتساعدنا لحتى أمننا وكان يطلب مني إنه نأمن النواب لانتخابه رئي جمهورية تصورت كان شو كانت إليه قيمة دستور بهذيك الأيام يعني بدهم يعملوا بدهم نصاب كان عدد النواب بعتقد بهذيك الأيام تسعة وتسعين بقى بدهم نز زائد واحد حتى نقدر ننتخبه وهيك صار إنه تأمن انتخاب تساعدنا نحنوية وطلب مني بوقتها إنه بس يطلع على الأسر الجمهوري نكون معه أحد منه براسل جمهورية ما تهنى لمعطر تتذكر يوم 14 أيلول 1982 يوم اغتياره طبعا طبعا بتذكر إجا لعندي جانغانم عم يبكي لتقول له شو بيك البيت والبلكون على البلكون وكنت من العزة أصحاب أنوية توفى جاني حرام كمان صديقي أنا ما صدقت صار يقول له لا مش هو وساعي يقول له لا أمبلا هو وساعي يقول له لا أمبلا خدنا على أوتيل ديو يعني شو من عمل استشهد قلت اللي إنه عب تكتب مذكراتك شو فيها هالمذكرات هي هالمذكرات بس لا تحتفظ فيها أو لا تنشر يوما ما طبيعي في أشياء تنشر في أشياء لا تنشر شو الأشياء لا تنشر لا ما تخبرنا يا بس لا لا تنشر الشيء يمكن ما بلاقي أنا أنه لازم ينشر لا لا يعني البقية يعني ما بيعني بيعنيني لألي شخصيا هلا وبعرف إنه إذا انتشر أو إذا نشر بيئزة حدا ممكن بيئزة صورة حدا صورة حدا إنه في ناس نحن مفاكرينهم أبطال بمذكراتك يمكن يطلعوا وهم لا مش هيك مش هيك لا بموضوع تاني وضح لنا أكتر طيب خلص بزيادة طب من الأشياء اللي ممكن تنشر بالمذكر أول شيء إنه ناوي عندك نية قريبا تنشرها إيه طب مش قريبا أنا عم بذبط هلأ نعم بتشتغل عليها إيه طبعا أم بذبط عندي عندي مذكرات وقت كنت ضابط وقت كنت وزير والعنوان اللي حطيته لما كنت وزير عنوان الكتاب عندما كنت وزيرا حالو عندما كنت وزيرا شفت إنه روما من فوق غير روما من تحت حتى كنت بكوى الأمن وكنت قريب بس تعمل وزير الداخلية وتفوت بهالمكتب الواسع بتشوف الإشياء غير بدك تتفاجأ أول شيء الوزارة الداخلية مش غريبة علي أنا شخصيا يعني وبالنهاية أنا كنت من المقربين للوزير الياس المر بوقت هو الوزير الياس عامل مرسوم معيني أنا وأساست وقت الفهود أعيني بمرسوم قائل قوى السيارة ياللي بنوجه له تحية اللي بدي إلك كنت دايما نقول هاي تتجاوبك على كنت دايما نقول ليش العالم ما بتسافر وليش ابني بده سافر أنا ما أخلي ابني سافر كنت قل له دايما لبنان ما في أحلم أنه هاي قابل ما أعمل وزير وكان على أيامي أنه كانت بعد الليرة بقى الفخير بس كان الوضع الأمني بس مش هدا هو يلي بيخوفني أنا بيخوفني الوضع الاقتصادي أكتر من الوضع الأمني الوضع الأمني بينضبط وإله حدود الوضع الاقتصادي إذا ما عملنا أصلحات ما بينضبط وبيضلوا مثل ما هلأ شايف ضلوا فالت وكل يوم أسوأ من يوم صدقني من بعد ما عملت وزير وخلاص عم بحكي أنا وابني قلت له أنا ندمت حيث عملت وزير عم بحكيك جد يعني أنه بكيت بآخر يوم بالوزارة بكيت مش لأنه هلا بشرح لك بكيت قبل ما أترك الوزارة أنا بطبيعتي عاطفة يعني بتشوفني أنه مغوار بس بطبيعتي عاطفة ابني صغير وقت اللي كان صغير اللي حالي عمره 29 سنة ما بيقدر يشوف واحد عبيش حاد برك يتوقف و تعطيه مصاري هلا ما بعض بعد ما تجوز بس قبل عم بحكي ليش أنا ندمت لأني مثل ما أنت سألتني كنت شايفة الدولي شي و من بعد ما عملت وزير شفت الدولي شي تاني شفت أنه الأحزاب اللي حكمة و شفت أنه طالما الأحزاب هي اللي بتحكم البلد مش القانون والدستور ما في مجال أنت كوزير داخلية بديك ما رحكي أنت مربط من الأحزاب أو من الزعمة هيدا بده هالشغلة بدك تمرق أو هيدا بده هالشغلة بدك تمرق فيك ما ترد على أحدا؟ أحد ما كان عندك كيك حصاني ما كنت رد على أحدا وأكتر شي كنت حاطت براسي أنه بيغيروني يغيروني هني ما أدروا يغيروني لأنه أنا كنت على الأرض بأصعب ظروف أمنية مرأت فيها وحظ ما بعرف إذا في حظ أنه حرب بسوريا وحرب بطرابلوس وأحمد الأسير ومخطفين لبنانيين بأعزيز وسيارات مفخخة وأطع طرقات ومشاكل كل يوم شو بدي يخبرك؟ هؤلاء الناس قصم منهم بحملوا أنا ما خفت بحملوا مسؤولية لوزير الدخلي طبعا مش بس لوزير هي أنا حملتها أنا حملتها لأنه كان بوقتها وزير وزير الدفاع كان صحته مش كتير منيحة يعني الله يرحمه بس أنا حملتها لأنه أنا عندي الخبرة وزير الدفاع ما كان عنده الخبرة كان فيه قائد الجيش جاء أهواجي جنرال أهواجي كنت أتعاون أنا ويا بكثير من المحليات وبكثير من الأمور بس المشكلة ما كنت رد على حدا لأنه كنت حاطت براسي إنه خي خلاص العقوب يتبع إنه يشيلوني وإذا شيلوني بذلك ما أعود ثلاث تسنيب الوزير الما بيرد على حدا خصوصا وزير الدخلي بيتربط ولا ممكن ما بتمروا هاي بمجلس وزراء هاي بوقفوا ما آخر هم عندي بقعد بمجلس وزراء بقول ليش ممرئتها وبحكي بالإعلان ليش ممرئتها وبقولوا فلين ممرئ ليها بالإنون أنا بشتغل بالإنون أنا إذا شي مرة خلفت الإنون هاي هم بيسمعوني الكل من وقت اللي كن ظابت اللي عملت وزير الدخلي ولن أخلف الإنون وأحترم الإنون وباحترم الدستور إذا كان في علة بالإنون علي أنا أحترمه بعدين بصلح العلة وبالدستور كمان يعني في كتير علال مفروض نحترم الدستور ومنصلح الدستور مش ما منطبق الدستور مثل ما هلأ مرأ شهران وما انتخبنا رأي جمهورية ويعني بدي إسألك يعني أنت عم تسأل سؤال كثير مهم إنه بالنهاية إنه أنا وزير طب أخيي أنا وزير وبتقلي ما فيك تقلي ما احترمت الإنون ما فيك النواب كلهم محترموا الإنون محترموا الدستور معهم مهلة شهران لا ينتخبوا رئيس جمهورية ومنتخبوا طب لمن بيكون أعلى سلطة تشريعية ما احترمت الدستور بدك تلومني لقلي إلا نحنا مجربين دايما تبقى العسى على الضعيف مش على الأول أنت جيت على وزارة الدخلية هذا المنصب الحساس بدون ما في حزب وراك إنه جيت مثل ما قال بدني تقاطع بين شخصين حقلك وين وين مش إنه في حزب حزب عم بيغطيك حقلك مش بيغطيني ما بدي حماني بردين لا يغطيني مش هممني هذا الموضوع الأفانطاج تبع الوزير الحزبة إنه اسمه بيبقى مسموع أكتر على طاولة على طاولة الحوار يعني عم بيمسل وين وعلى جدول الأعمال بيبقى المشاريع طبعه موجودة وبيحكي قبل مني قبل مقابلي أنا ولو خلصت ثلاثة أربع ساعات وما إجا دوري معلق المهم يجي دوره هو هاي بفهمها وكانوا يصيروا وكانوا يصيروا هاي كنت أنا أقول لك إنه يا ريت ما أنا ما عملت وزير لأنه كان عندي أمال بالدولة من بعد ما عملت وزير قلت لا وليك وين وصلنا هاي دي الدولة مثل ما أنت شفت عن قرب ما بتتصلح حكمين الأحزاب بدك يتغير نظام بس ليه الحق على حضرتك عملت مع الوزير اعتمد سياسة الأبواب المفتوحة كل نهار خميس كنت تستقبل الناس شو كان يطلبوا الناس فيما ونمرة مميزة لا 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 ما كمان ينحق على الناس لا مش كابدا الفما والنمرة المميزة هاي دي إلا قصة الفما ما كنت أعطي إلا لا الأحزاب لا الأحزاب يلي بعرف إنه مفروض يكونوا للمدنيين من النوادر إلا إذا واحد مريض وإيجيني مرة واحد طلع له جدري بوجه طب إنه حرام هيدا مشيني الشمس الأرقام السيارات يا راي تسمعوا مني أنا ما كنا متدينين هلأ شو يبيعوها ليش ليش نحنا ما منبيعة بالمزيد العلني وهنا أصريت وقدام الطلب وهلي كنت أنا يعيني منه قبل ما أعمل وزير إنه طيب أنا بعطيك رقم 80 800 وتروح تبيعه بـ 80 ألف كيف يعني وأنا بعرف أحدهن عنده رقم 300 بيعه بإعداده 300 ألف بيعوين نعم بقى بدي إقلك شغلي قدمت كتاب لمجلس الأدرا إنه أنا وزير ما أعطي بقيت شهرين أنا ما أعطي أنا بدي أتمنى وهالشين عمل بوزارة الاتصالات عمله ومثير جبران باسي وفوت وفوت 4 مليون 5 مليون دولار بزرف 24 ساعة تبخي أنا إلي من سنة 2003 أعطي أرقام حقهم مليارات طيب ليش أنا ما بعملها بفوت هودي على مسأخذين أنا بكتعطي مش أنت بدي أعطي جماعت ما رأي خبرك أنا كفي لك أنا ما بعرف إذا كان إذا كانوا المرشحين على النيابة بيستعملوها إذا أعطوا رقم لعائلة بتصير كل العائلة لأله وأنا بعرف أنه عملوها تجارة وعن بيبيعوها ألوها سياسة وتجارة أنا قدموا الطلب للمجلس الوزارة ما وف أقولي بمجلس النووي بقى صرت الموضوع كي قامت لأيامة أنه لأ ما بفيك تغير أنت اللي مرأ أو قبل منك من 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 عشرين سنة من وقت اللي نفتح الملف تبع الأرقام أم نعطي أرقام بيعطي وزير الداخلية أرقام كل واحد بيأخد من عنده ممنوع بيعه ومعك مهلة شهرين ما بتسجل وتردل إيه وهيك صار لما نترك الوزارة التغى الأرار أنا على أيامي هايك يعني إذا أنت أخدته ما فيك تبيعه لجارك مرتك بتاخده ابنك بياخده صح بس ممنوع بيعه طيب حضرتك كنت وزير الداخلية هذا موقع أمني حساس كيف كنت عمل مع حزب الله يلي كمين عنده موقع أمني حساس كنت تنسي لايك بديل لك شوالي أساسا ما كانوا يجوا لعندي تنسي حجوة فيه ما كان يجعب وزير الداخلية بلا كان إجا له تهرفت على وكيف تهرفت على بس ما كان يحضر الاجتماعيات تهرفت على الحجوة فيه وراح إليك كان في المحكمة الدولية وكان في ملفات موجودة مش ممضية أنا مضيتها إجي عام بيقلي قلت له بتتوقفها بالنيابة العامة التمييزية مش عنده أنا أي ملف بده يجيني بده يمضي وحقلك شو عملت مع حكيت أكتر من مرة مع الرئيس الحريري تتذكر كانت معتبرين أنه إنقلاب ضده وكذا وهو كان بقي ما بقى بقى ثلاثة أربع سنين ما يجي على لبنان أنا طلبته كان إلي شهر أو أقل قلت له دولة الرئيس معك الوزير مروان شاربل أنا بعرفك بي على التلفزيون أنت ما بتعرفني حابة بتعرف عليك قال لي أنا رايح نهار الخميس على فرنسا هلأ منحكيها عم بوضحها أكتر قلت له رح روح شوفك طعت تكت أنا وما قلت له بس تروح تشوف رئيس حريري رحت شفته لأنه تقل له أنه أنا حكومتي أنا ما بيقبل حكومة حزب أي حزب ما عندي يعني مش حزب الله أي حكومة لا حزب القوات ولا حزب التيار ولا حزب الله ما بيقبل تكون الحكومة بتنتمي لحزب أنا وقال الله كنت مقبلت وقال أخبرك أنا كيف طلبني الرئيس ميشيل سليمان نوجه له تحية وأنا شو قلت له لا يبلغني أنه أنا وزير داخلية هلأ بحكيها أنا ما تفتكر أنه أنا مشاردق لك أنت عمر وزير داخلية أنا معي خبر بس ألا بكتخبرني وتخبرني لأبكيت لا باهل لأبكيت خليها للآخر بقى أحسن ما أبكي هلأ لا ما بدنا تبكيك بقى رحت شفته نهار رحت على فرنسا وكان يوم متى السفير اللبناني ببريز صديقي بترس عساكن طلبته لبترس الصبح إجا لعندي قال لي أنا بعرف البيت رحنا لعنه تعرفت عليه وقلت له بتمنى عليك تسمي واحد لتيار المستقبل يجي لعندي أي ملف قنوني واقف بتاخده من هالعين قبل هالعين بس ليه عملت هالخطوة لقل له أنه أنا مش حكومتي حكومة أنا ما بقبل كون وزير بحكومة بتخص أي حزب أي حزب ما بقبل ولا فلخي أنا ما وهيدا كان الأساس أني أنا قبلت شو قلت له لرئيس سليمين وقتها تصل فيك وقالك بكثير وزير داخلية بعت وراي نهار سبت بساعة عشرة باللال تبلغني لأنه كان طالع اسمي على التلفزيونيات وأنا ما حدا قيل لي ما قلتش صدق على قطي صار في قصة قبل طلقت لعنده على التنوية وكان ابنه وجه له تحية لفخامة الرئيس قاعد يشرح لي الوضع الأمني وكان تمبلشي بسوريا وكان وكان في مشاكل وبدو أن وزير يكون عنده اختصاص أمن قال لي شو رأيك قلت له فخامة الرئيس أنا بشكر ثقتك فيه بس كنت يعني كنت حابب أنه تسألوني إذا أنا بدي أعمل وزير ولا لا بس بردو بعهدك ما عندي مشك لي إذا بتريد تترك لي مجال لبكرة لجاوبك ليه بدي أدرس الموضوع استشارت حدا؟ ما استشارت حدا أنا أنا مني لها هلأ ورجعت على البات وقت السيدة هيدا عرض ما بدي نرفض بلا بدي نرفض ورح قل لك أكتر من هاك ورح قل لك أكتر من هاك وهي بأول مرة بيحكيها عندك تعرفوا للنائب نائب إليخوري بترابلوس بترابلوس كان عندي بالبيت عم بهنيني وكان بعد يومان في الشميع مجلس نواب وأغد ثقة اسألوا شو قلت له قلت له أحلم أن لا تأخذ هذه الوزارة ثقة يا ريت ما بتاخد الثقة وهلأ أنا عم بحكي قدامه اسأله قل له أنا حكيته هاك تعجب هو قلت له أنا بتمنى ما تاخد الثقة بس هيك انت عارف أنه هلأ أنا بهمني حكومة تشتغل مزبوط بدي يكون الكل مش تركين فيها ويكون الكل يتعاونوا يتعاونوا مش ع طريقة إنكيات يتعاونوا ومش على طريقة تعطيني لأعطيك يتعاونوا على طريقة إنه في هذا هذا بلد وفي مواطنين بنا نخدمهم وبنا نعمل إصلاحات بهذيك الأيام لازم يكون في إصلاحات وتبلش مش هلأ بنحكي بالإصلاحات طلع الشارع ونحن نحكي بالإصلاحات بذيك المرحلة بس كان يدقلك مثلا الحجوة في هالشغل كان يجي لعندي كان يجي لعندك بس كان يطلب منك الشغل الإنونية كنت أعملها من عيني كنت ترفض له إشيه؟ ما أبلك الإنونية كنت أعملها ما بقى تذكر شوهن مثلا عمل لك نضيط وصار فيه شوية إنه لا قادر السياسة وخصوصا وزير دخلية يحكم بدون ما يكون نراضي على رئيس برية مثلا بدون ما تكون علاقته جيدة أقل له برئيس برية أسأله للرئيس برية ما بحياته طلب مني شغلة كيف علاقتك فيه كانت؟ ولا امتزل ممتازة أنا ما عندي مشاكل مع حدا كيف تنزر لدول الرئيس برية بالحياة السياسية اللبنية في البد بعض بيعتبره ضماني البعض بيعتبره هو البوصلة والبعض بيعتبره شي تاني يمكن رأس الفساد يمكن ما بعرف لهيك بديلك شغلة الرئيس برية أنا سمعته مرة بيقول هاي البطيخة موجودة بتتقسموها مرحبا ما بتتقسموها أنا ما بدي شي ومن هون فسل ما الاسمي صار تعييم الله يرحموا الياس الهريوي قدامك شفت كتير بطيخ عم بيتقسم بطيخ أصفر بس طيب حضرتك لنا جاي من خلفية عسكرية وكنت آسة يعني مع العسكر آسة وبالبيت آسة صحيح بس كيف هيدا الضابط الآسة اللي بيعطيه أوامر حتى بالبيت بيتحول بس صار جده صار يدبدب على الأرض كرميل الأحفاد ها يقبرني ربهم أنا كنت دايما هون شتشلح البدل طبعا طبعا كنت دايما نقول حتى كنت إشلحها وأنا ظابط وحلق بقى رحقلك قبل ما قلك كنت دايما نقول أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة وما أعز من الولد خلى ولد الولد نعم كيف ما أعز من ابني شو ابن ابني أعز مني أنا مني حامل ابن اللي وقت اللي يبكي أحمله ابن ابني حلا إذا بشوفه شو بدي لك أولاد بنتي غرامة يعني عندي تنين توم عندي خلى أربع أحفاد وعندي وجاي تلاتي على الطريق وجاي تلاتي على الطريق سبع حتى يدارس الموضوع عندي ابن صغير تجوز ومرته مستقيمة بتوم صحيح وبنتي خلى في الطوم أولادها صار عمرهم 12 سنة هاو غرامة أولاد ابني سامر يلي ابنه عمده صبي وبنت ابنه جاي ولد جاي ولد ابنه اسمه مروان بقى دايما بيفوت بيقول لي جدو إليا دو مروان موائطها دو مروان ميز مروان أو مثلو مثل البيت لا مثلو مثل بس كل واحد عنده عاطفي شكل لأنه خلق أولاد بنتي بالبداية يعني بيطلع بيتعلموا مدرسة الجمهور وبنتي بريفاة بمدرسة الجمهور بيجوا بيتغدوا راب عليكم بيتغدوا عندي وبيطلعوا على الرابية هيني ساكني بالرابية يعني نهار ما بيجوا يتغدوا عندي بحس في شي فاضي بالبيت ونهار السبت بيجوا أولاد ابني وهلأ إن شاء الله أولاد ابني رامي الصغير بس يخلقوا تبس كنت آسي مع أولادك وهو تحرموا كمان بمكان ما موجودك بالبيت لأنه بسبب خدمتك العسكري لك كنت عندي مشكلة كيف بدي أكون عسكري قبل الظهر ومدني بعض الظهر هاي كنت لقي مشكلة وهدي طوالت كتير بس كنت إذا بدك ببيت ماي بدك بأمر لا أبقيت له سامر جبلي جبلي شي وعمول معروف بابي جبلي يعني ما بتركيب معي ما فيك قبل الظهر جبلي وبعد الظهر عمول معروف هذه مشكلة مش كبيرة بس أنه صار في تفاهم بيني وبين مرتي أنه هي تساعدني بهذا الموضوع وأنا سيت على حالي يعني صرت أنا وجايب على الطريق بالسيارة قول هلأ بدي وصل على البيت هيك لازم أعمولي صرت علم حالي درب حالي بهذا الموضوع مش الحال مش مية بالمية بس 80% لا هلأ مش ماشي الحال طيب بس مين وزير الدخلية بالبيت حضرتك أو مادام ليندا لكينا اتنين وزير يعني وزير الدخلية بيخضع داخل البيت لإرادة الزوجة لاك لما يكون الأمر بالبيت للرجال بيخرب البيت صحيح هلأ كيف مع ولادك بتجرب تعود لهم هيدا الحنان اللي يمكن عبعود مع ولادهم مع ولادهم معهم معهم هني بس أنا بعرف أنه عم بيغاروا من ولادهم معهم هني ما بقى ما بقى ما بقى ينفع ما بقى ينفع مع ولادهم إيه وصرت يعني شو بدي أقول لك يعني غرامي ولادهم والله يخلي ولادهم العالم كله يا رب تب خلينا نرجع للسياسة اليوم بتركيبة هذا البلد نحن صلنا فترة طويلة بلى رئيس حكومة صريف أعمال وورا حكومة صريف أعمال وعم تقول يأسان إنه هذا البلد بتثبت انتخاب رئيس ممكن يضبط البلد هو ممكن يكون نحن التحول أو إذا ما في توافق وتفاهم وعقلية وحدة عقلية وحدة مشكلتنا اليوم بتركيبة الأحزاب اللي حكمين لبنان هلأ هني حكمين ما حدا يعني أنه بالحكومة بسؤول أحزاب مين يعني أحزاب كلهم طيب مين بالحكومة المشترك الأحزاب اللي بتشترك بالحكومة هني بيكونوا مسؤولين وهني اللي بيكونوا بالحكم حتى اللي برات الحكم هني بالمعارضة بقى اللي هني موجودين بالحكم بتلاقيهم مختلفين مع بعضهم ما بيتفقوا مع بعضهم هلأ سميلي اتنان حزب بيحبوا بعضهم ما في طيب كيف بدك تحكم فيهم كيف مشكلة للمسيحيين ما عند الكل ما عند الكل تفاهموا الطيار والقوات وأنتجوا رئيس ورجل اختلفوا تفاهموا ما عملوا تفاهم معرأة بقى سموها تقاطعوا ياريت إيلوا تفاهموا يعني انترسكسيون تدريس ماتيماتيك اليوم الحل بتفاهم مسيحي مسيحي بأول حل بساعدهم لاش شسنة بنقى بنقى رئيس حكومة سنة بكتوقف على خاطره والشيعي ما فيك تعمل شيء إلا ما هو ونحنا هني بدون يناقلنا لا لأنه هني عارفين أنه نحنا ضعاف نحنا مختلفين مع بعضنا نحنا متنت مش متفقين أربعة أحزاب مارونية اجتمعوا ببكركي يومتها وقالوا واتفقوا بتتذكر من عشر سنين بعتاد أنه بدنا الرئيس الأقوى وقالوا واحد من هالأربعة وصل لرئيس عون الأقوى هلأ اليوم الأقوى مسحيا هو سامير جعجع كما أفرزت انتخبات نيابي خيال هلأ لو متفقين الأربعة بيجي سامير جعجع لو متفقين الأربعة بيجي سلمان فرنجي أو بيجي جبران باسيل مع حفظ الألقاب بس وقتا كان عم ينطرح أسمك كان ينطرح اسمك بين هالأسمين هلأ هلأ شي مرة هلأ حكاك جديا هلأ بيحكوني طبعا بيحكوني بس أنا ما بدي هلأ لأ خبرك لاش بالنهاية بدك تشتغلها على الطريقة العسكرية على الطريقة الأمنية ما فيك تطرح ما فيني أنا أطرح حالي طالما الوزير الفرنجي موجود هاي وحتى يمكن في غير يفكروا نفس التفكير بس لأي حصرت بالوزير الفرنجي لقائد جيش موجود ما بيقدر يجي طالما هني الوزير لأنه مرشح حزب الله مرشح حزب الله والأحلمناك أنه هني عاملين بلوك يعني إذا ما في شيعي بيجي على مجلس النواب بتكون ما في جلسة لمجلس يعني ما في شو بيسموها مسائية بالنسبة لأنك ذكرت قائد الجيش أنا مش لأنه جوزيف أنا ضد أي قائد جيش رئيس جمهورية ليه قائد جيش قائد جيش مدير عام أمن العام مدير عام أمن العام ان شاء الله منطلع ي Uganda مدير عام قائد جيش خلا مطروحين قائد جيش ومدير عام الأمن العام دين انو مطروحين لاش خي هذه الدين ومش مدير عام قوى الأمن الداخلي رئيس حكومة هذا عسكري وفي أولى ومدير أمن العام عسكري وفي أولى ما بدي روح لعى الجيش طب لا هذا إيه وهذا لا لأنه السنة ما بيقبلوا نحن المسيحيين معنا مشكلة هوني ضعف المسيحية أنا ضد أي قائد جيش ضد أي موظف أي ما مشان هيكي بالدستور اللبناني ولأول مرة بتنحط بالطائف أنه بدك تقدم استئالتك قبل بسنتين ليش طب لا نفترض أنا مرشح نعم وما بدي سمي لقائد الجيش ولا مدير الأمن العام بدي سمي موظف فئة أولى هذا الموظف هذا الموظف بيتفوق علي لأنه عنده وظيفة عم بيستفيد منها وبيساعد وبيقدروا يسمعوه طب أنت كنت قبل قبل ما يستلم اللواء بيسري كانوا بيطرحوا له اسمه رئيس جمهورية عارفة إذا استفاد من رتبة من وظيفة طب أنا بدون وظيفة وهو مع وظيفة وين التكافؤ ما الدستور بيقول الكلمة وتعادلين مع بعضهم بشان هاك قالوا له بك تقدم استقلتك تا يصير مثلي بعدين أكتر من هاك قائد الجيش ما لازم يترشح على الرئيس الجمهورية قائد الجيش نحنا قائد الجيش أو قائد جيش أهم من الرئيس الجمهورية نحنا نشكره ووقت اللي بيضبط الأمن مثل ما هلأ معمول وطبعا وبيكون عم بيحضر لزباط غيره وبيفل على البيت بتقعد مثل ما أنا تقعد مثل ما كل العالم بس أي قائد جيش بدو يحط بفكره إنه بدو يعمل رئيس الجمهورية ووقت نعني إنه ما بدو يسير هو قائد جيش وما بدو يخدم هو قائد والمدير الأمن العام نفس الشي ومدير عام قوى الأمن الداخلي لما بيحط براسه وبدو يعمل رئيس الحكومة هيك رح يعمل ولم ورياض سلامي ما خراب لنا بايتنا إلا وقت اللي حط براسه وبدو يعمل رئيس الجمهورية وكلياتهم ما تفتكر واللي بيقول لك لا اللي مش مزبوط وما بدي أحكي أنا هلأ عندي أنا بعرف شو عم بيصير بس ما بدي أحكي لأنه مفروض أنه مجلس بعد يعني ما فيكي تعدل الدستور لشخص ما هني مبارح قتلوا حلونا يمددوا لقاء الجيش قالوا ما فينا نعملوا إنون فرسي مددوا لتطلوا أسهل أشيس لا رأتي طلعت لتليتي أوكي بش أنه ما عملوها لواحد هذا إنون كيف يتعدل الدستور لشخص كيف شو رأيك هلأ بالخلاف بين وزير الدخلية ومدير عام كول أمن ما لازم يكون في خلاف لازم لازم أنا بتمنى أنه وزير الدخلية ما رأت بتجيب المماثلة لا لا أنا كام معي اللواء ريفي من أشرف الزباط اسم على مسمى بس فيه يشتغل وزير الدخلية هو على خلاف عام كول أمن والعكس صحيح كمان طبعا إثنين هلأ بإنون قوى الأمن الداخلي الأجهزة الأمنية تخضع هيك محطور تخضع لسلطة وزير الدخلية بمشان هيكي أنا حزنت وقت لي عرفت أنه زعلاني مع بعضهم وهيدي لازم وزير الدخلية زبط الأمور لأن الوعي الكبير بساعي الوعي الصغير حضرتك كنت ضابط وردبة عميد قبل ما تعمل كمان وزير الدخلية وعندك ولاد ثلاث ولاد طبيعي الولد اللي بيكون بيو عميد قائد كوى السيارة وبغير مناصب وبعدين كمان وزير دخلية عنده فائط قوة بدي زبطها و بدي أخدمها و بدي أقطع على الإشارة الحمرة و بدي أصف مطرح ممنوع كنت يصيروا معاك أنا كنت وزير دخلية وما كنت يصيروا بيسمعوني هلأ أنا بتحدى إذا أنا كنت وزير دخلية كنت خالف الأنون بس ما كنت طيق واحد مخالف إلا مواقف على الطريق أنا ووزيره شو عملت بالكميون كنت طالع منالشكة وشارشر منالجايبون انت هوا شرفك منال شو عملت فيه طبعا أنا كنت معقول بواحد أوتوستراد بنطفو بمكنسي ومجرور أنا كنت قائد سريع بشمال بطرابلوس بقيت شي خمسة سنين أو ستة سنين كنت روح من الحزمية على طرابلوس كل يوم عرضوا علي شلا وعرضوا علي ما كنت أقبل من الحزمية تماني الصبح ارجع ساعة تسعة عشر حداعش بالليل ومرات ووصل على البيت تعلق مشكل تماني بالليل تسعة بالليل ارجع دور ونام هونيكي بطرابلوس ونام هوني بالمكتبة على الكرسي مش عم بمزح واسألون إيه عم بيسمعوني وصلت على تونيل شكة وطالع كاميون لحد هلأ بس يشوفني شايفني من شي شهرين قال لي علمتني ببقى أنسى لقيتوا عم بيكب معبت بحث وعم بيشارشل على هلأ كان على انت بآخر شكة كان في حاجز للجيش اللبناني بيطلع على الكورة حد محطة في نيينوس كان فيه زابط للجيش وقفت الكاميون هونيك وعيط لرئيس المخفر شكة إجا تلفنت لنه إجا قلت له خيارته أنا وأنا بحب دايما تكون إلى أثر إنه إذا بدي أحجز بيش عقاب هيك بدي أحجز له بالواسطة أو معطر أو كميك مش إست معطر بدك دغري الزبط إذا ما بتدفعوا دغري ما له معنى يعني شوال حك بعمل فيك الزبط هلأ هلأ مثل هلأ لاش ما في عسكري بيعمل الزبط طبع يخيي الزبط محل ممنوع الوقوف الممنوع الوقوف مئة وخمسين ألف يعني إذا شو بيطلعوا دولار طبع إذا بدي حطها بالباركينج عشرة دولار بيقلك يعمل فيه الزبط وبتفعوا بعضين وبتفعوا يمكن ينسي القاضي وما يعمل شوف لحد يتوين وصلنا وأكتر من هاك إنه هلأ العسكري شو بدك تقول له أنا مسايا وما معي دفتر سويقة بلو طيب يا حبيب يفتح للنفة يفتح للنفة طب كيف يعني العسكري محرج كمان والعسكري كمان صار معطر عبيشتغل بيبيع خضرة طب يعني وصلنا لهان ومين اللي وصلنا ما بديع بزيادة هالقد شو عملت فيه هالشوفر كبير قلت له في عندك خيار يا بحجز لك الكاميون وما هعطيك إيه لو بده يجي أمر أو بده تكنس الطريق قلت له من هالتونيل لها فكر هاك قلت له شهل قلت له رئيس المغفر روح يجيبه انطرت أنا قلت له روح يجيبه مكنسي راح يجيب مكنسي ناعمة قلت له لا لا بتجيب تروسه على البلدية في مكانس بلانة باللين كان يعملوا راح يجيبه وحدة واجه قلت له هلا كانت شي ثمانة ونص الصبح الصبح هلا ورحت أنا طلعوا هني كنسوا شي الساعة وحدة وحدة ونص تغير الظابط على الحاجز شايف واحد عبي كنس وقال له تعجب قال له نحنا قاله العسكري اللي معي يعني الرئيس المغفر قال له فيه أوامر من الظابط العميد مروان شرب طلبني قال لي أنت سيدنا حاطة واحد بده كان جييي قلت أنا نسيت قلت له بعد عمي كان قلت له قلت له عطيني رئيس المغفر قلت له شو قال لي على الميلي قلت له هلأ أنا راجع على بيتي إذا بشوف بحثه على الطريق راح تكيله أنت قال لا 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 وبالفعل تانية بالروحة أنا ما بشوف بالرجعة كانت مكنسة عظيمة ومن وقتها وفيه قصص كتير طب عميد كل هذه القصص سوات توجك مع ناس ورفضت طلبات سياسيين وحربت بالحرب وانصبت وعنايت كتير بتقول هل بتستاهل بصة كانت احترام ده كم صديق لألك استشهد بالحرب كم عسكري معك استشهد بالحرب وبعد الحرب تستاهل بيستاهل طبعا البلد بيستاهل أكتر من هيك أنا أولاد عمي اتنين زباط بالجيش قتلوا بالحرب ما ترك شو طلع لهم أهلهم ما تركوا بالنهاية بالنهاية دافعوا عن لبنان دافعوا عن لبنان ما بتسأل أي لبنان كمان دفعنا عنه لا دافعوا عن لبنان بطلنا ما حدا بيعرف إنه بالنهاية دافعنا عن لبنان ما فيك تيجي تقول وأعطيك متر ويمكن ما يعجبك يمكن إيه يمكن لا طيب هؤلوا عميستاهلوا بحزب الله هلأ بتقول لي مين معه حق مين ما ما بعرف بس هؤلوا عمي موتوا كرمان لبنان هلأ بالنهاية كيف وليش بتصير وممكن تصير ومعهم حق ما بعرف أنا ما بحيد بدي أدخل بالسياسة عم بلك في علام أكيد أكيد كله عم بيموتوا كرمان لبنان بس هي هل الوطن بحياته الحالية بيستاهل نضح كرمانه لا 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 ما بيستاهل يكون في مشاكل وفي حروب ما بيستاهل اللي احنا بمنقى عن كل هالمشاكل هالا لأنه عايشين بوضع اقتصادي ووضع اجتماعي ما بيتحمل حرب طيب برأيك راحين على حرب شاملة لكن اللي بيقلك ما فيه بيقله ما بتعرف واللي بيقلك فيه اللي ما بتعرف اللي بيقدر يقلك لحد هلأ ما فيه حزب الله ما بدون بس حضرتك أكتريت الأوقات متشائم بتكون بالوضع كنت تحكي عن اغتيالات سياسية تحكي عن حروب أنا حكيت على اغتيالات سياسية من شهر وصار اغتيال بالضحية طبعا أنا عسكري وبعرف وأكيد وعيشين ومرقين بمراحل وبعرفها كلها كيف بتصير الاغتيالات فيه أنا ما أنا مش أنا براحكي تقاطع مع تقاطع مع الأجهزة الأمنية لهلأ طبعا لهلأ وبحكي معهم وضباط أصحابي بعرف كل شي حتى بالمعلومات بقى بدي أقلك شغلي ما فيك أنت تيجي تقول كل شي بها الأيام ممكن يصير ولا أنا أعمل عرافة بس بس بتيجي بتاخد الانبيانس ككل كشقفة كاملة هيك بتتطلع بتشوف إنه يخي إنه معقول يكون فيه خلايا نايمي وبكرة توعى طيب هيك زروف بدأ الظروف اللي بتوعى فيها الخلايا النايمي لمن نحنا ما نكون نايمين هني بدون يوعو بس وقت نحنا واعيين هني ما بفيه وبيضلوا نايمين نحنا عم نفيقون أكيد بقى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كلها وشعبة المعلومات بالتحديد حاضرين وانت شوف الأحلى من هاك إنه بالألفان وثلاثة وعشرين كانت الجريمة أقل أقل بعشرة وخمسة عشر بالمية من سنة الألفان وثنان وعشرين واليوم أنت عم بتشوف ما في جريمة بتصير إلا ما بيكمشوها تاني يوم أو تالت يوم أنا وديلهم تحية للأجهزة الأمنية وللعسكر وللجيش اللبناني عميد بس اليوم عندك أصدقاء بعضهم يمكن بالخدمة أو طلعوا هلأتها يقعد هاو كيف مكملين بمعاشات لا تذكر لهيك المتقعد ما بيأسر كتير على الوضع الأمني مثل اللي هو بالخدمة الفعلية يعني بدي أحكيك وقلك يعني بحرق بقلبي عن جد وهي اليوم كنا عم نحكيها ولما سألتني قلت لك مين رايح كان عندي لقاء مع ضباط دورتي وأنا سميت الأمن في لبنان اليوم حقه ميت دولار ميت دولار معاشت ضبط يا رايت هايدي اللي عبي يعطوه اللي بيهدوه إيها قطرية والأمريكان طيب هايدي إذا ما عد عطوه إيها أو ما عد عطيه ميزوت للجيش أو ما عد ساعده قوى الأمن الداخلي بكتير من الأمور شو بيعمل وبرضو العسكري اللي عبيقبض سبعين دولار وعم نعطيه مية مية وسبعين هايدي عبيشتغل فالي باركنج وهيدي عبيشتغل بحدادي وبويا وعم بحكيك جد وعم بيشتغل بمحل مطعم انت ما بتشوفهم بس أغلبية هنعسكر طيب هايدي بس تروق الحالة راح عطيك مثلا اليوم كنا بالحديث أحد الزباط يلي هو بالخدمة الفعلية خبرني شو صار معه ودحكت جامع العسكر طبعه يلي معه مش رحسمي المطعم قاله لأول عسكري انت شو بتشتغل بقوة الأمن عم بيسأله أول واحد قال له مشي هاي اليوم هلا سألتني واحد قال له انت شو بتشتغل قال له أنا بشتغل فالي باركنج قال لي ضحكت سألت عملت حالي مش سامع سألت الثالث انت شو بتشتغل قال له بيشتغل بمطعم وسمي له اسم المطعم ومعي اثنين ثلاثة من الشباب اللي هون نحنا بنشتغل بالمطعم معاش سأل يعني تصور صار في عسكر بالجيش وبقوة الأمن صار في عسكر منه لألك صار عسكر ينتمي إلى المطعم ينتمي إلى المطعم ينتمي إلى الفاليل باركنج ينتمي يعني إلى السوبر ماركت طب هيك بتكن وبعدكن بتشوفوا انه هيدا البلد ماشي الحال خي ما بيمشي الحال إذا ما في عسكر وإذا ما في أجهزة أمنية وبرضو عم بيشتغلوا لكن حلفين اليمين اللي حلفوا واللي أنا حلفته وبعدني بتذكروا وحطوا بقلبي وأنا موسى أولادي وقلت قبل بمرة أنه يحطوا لي هاي الحلفين على التابوت بس موت أحلف بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان هيك لحد هلأ هيدا الحلفين مؤثر فيهم نحن منحلف اليمين ومنطبقوا مش غيرنا بيحلوا في اليمين وما بيطبقوا بدون ما تقل لي من النا بس كمان عميد أيام الخير كان العسكري يحموا الكيس للمدام والجزدين للمدام لا مش مضبوط ويوصل الولاد على أكتب أنا قلت أنا قلت ده وقت اللي كنت وزير هيدا غلط هيدا غلط مش من العسكري غلط من مرت من مرت الزابط ومن مرت المسؤول طبعا أنا بدي لك أكتر هلأ حتل لي أنه أنا بعمل مثالي أنا أسأل أولادي طالما أنت تعرف كل شي عني أنا أولادي كانوا بمدرسة الجمهور يطلعوا بالأوتوكار وأنا وقت اللي عملت قائد وحدي كان عندي كذا سيارة ولا يوم طلعتهم بسيارة عسكرية حتى بنتي قالتلي مرة قالتلي يا با طيب لا غيرنا بيطلع بسيارة عسكرية وأنا بدي في الساعة خمس ويطلع بالأوتوكار قلتلي بكرة بتشوفي أنا ما عملتها تبه لوفر بنزين على الدولة أنا عملتها لبس قاعد ما يحسوا لدي أنه صار في فرق أنا عملت وزير أنا عملت وزير سألون إذا مرت يركب لوحده مع عسكري أو ابني ركب لوحده مع عسكري بشو بينفع عميد إذا أنت كنت هيك وغيرك أنا بعطي المثل أنا بعطي وفي كتير مثله مش أنا أنا عم بيصر لي مجال إحكي بس غيري مش طاير له مجال يحكي أنا عم بيحكي في كتير مثلي بقى أنا هذا الموضوع إن جد طلعت على التقاعد داني عم بيحلف بولادي ما عرفوا إذا أنا طلعت على التقاعد ما تغير شي عليهم بعدها بتطلع بالأوتوكار بعدها بتروح معنا وبطلع بسيارتي كل اللي يشوفوا إنه لابس مدني بكل مسيرتك العسكرية بشو أكتر شي بتفتخر بفتخر بالمؤسسة اللي ربتني وطعمتني وبحترمها من قلبي ومش بس علمت ولادي حكمتني وطعمتني بالمقابل أنا عطيتها كمان قد ما هي عطتني وبدلني مأثر بحقها للمؤسسة قلت اللي بك تخبرنا بآخر الحلقة لابكيت قبل ما تترك وزارة تخبر هلا لما طلعت الخبرية إنه أنا إنه الحكومة بتتغير كان بعض ما تقلف حكومة بيتصل فيه والأصرنا أصحاب من بعلبك قال لي أنا باختصار قال لي أنا أبو علي نحن منحبك يا معالي الوزير ونحن منريدك تبقى بالوزارة بس اللي بتمنى عليك إنه أنا وولادي مرح ننسيك بتمنى عليك أنت ما تنسينا دمع عيني وفتشت على وحضيت فيه لابو علي وأعز صديق لألي اليوم بعد ما تستعرض كل اللي عملته بحياتك بكوى الأمان بالوزارة الدخلية بكل حياتك سياسية بتقول إنه أهلك اللي يرحمون وديع وشارلوت بيفتخروا فيك اللي أهرني إنه أمي ماتت ما شافتني وزير وباية وباية كشافني وزير وكنت لما إيجي زوره وأنا وزير يقول لي يا باية لا أنت لما بتطلع علي أنا بس عبشوف مروين على التلفزيون أنا بحب شوفك وشمك وهكي ماشي الحال عيش مية وسنتين مية وسنتين كان يشوف حاله فيك أكيد كان يقل لي كنت يقل لي يقل لي أنا باية رياضي كان ومات لما نكسر كسر وركه طعف هذا كبير بس جدي هل العالم تحسدني اللي بتسمع جدي باية جدي باية معه جنسية بالمكسيك كان بالألف وثمانمية وستة وتسعين أنا عندي ثلاث أخوة بالمكسيك هلأ كانوا من فترة صحيح كانوا باللبنان بيطلوا علنا بيحبوا لبنان وما بيعفوا يحكوا عربي أمهم مكسيكية مشان هكي ما أختي مجوزة بالمكسيك من زمان وعندها ولادها كمان ومجاوزين ولادهم وخي التالت يلي بيت إخوانا ع حدود المكسيك لكن بدي ألك عائلتنا عائلتنا نحنا أسر فينا كتير مارشاربل ولهلأ أنا ما بتصدق ما بتصدق بيصار معي مشكلة أنا كنت بالمكسيك بالألفين وعشرين حسيت أني مش مرتاح مش مبسوط أخذني خي على المستشفى عنده المستشفى ثانيكي بس أنا ما بدي لبك أخوتي وكن دائما من عشي صلي وقل له لمارشاربل وكانت المطار مسكر لأنه كان فيه شو اسمه المرض الكورونا الكورونا بالطيارة وصلت على أمريكا بالطيارة كمان على لبنان على لندن ومن لندن بالميدل إيست كانت ميدل إيست مرة بالأسبوع وكانت موجودة وصلت زيد زيد الألم والوجع رحت على الجامعة الأمريكية صوروني قال لي الحكيم معقول لك خمسة شهر قال لي عندك عقدة مصران وعقدة المصران ما بتضاين أكتر من 24 ساعة خمسة شهر أنا أنا عم بحكيك بعائلتي كلها مش لأنه نحنا من بيت شاربل نحنا لأنه مارشاربل قريبة علينا ونحنا منحبه وقت اللي عملت وزير طلع اسمي بالمرسوم وركبت دغري بالسيارة أنا وشاب صاحبة محامة اسمه مجيد مسعد وجه له تحية معروف طلعت أنا وياه على مارشاربل قلت له يا مارشاربل أنا وزير أنا وزير بس ما بعرف إحكي على الميكروفون كأننا نحنا عسكر ممنوع نحكي على الميكروفون أنا حامل اسمك إلي 60 سنة بتمنى عليك تحملني هالسنتين وهيك صار مشاكل المرأت فيها أنا وزير وصار فيه إطلاق نار علي وأنا وزير وإنزل على وإنزل على الطرقات أنا وزير وما فيك تتصور ما فيك تتصور أنا شو عملت بترابلوس مع المسلحين وشو عملت من فتحت الطريق باليموني وقت اللي وأنا آخر وزير تلف المخدرات من 2013 ومعن انتلافت المخدرات وأنا كيف شلت وكيف كنت دايما حريص على الأمن أنا قديتها على طرقات أكتر ما قديتها بمكتبة ومار شاربيل كنت حسوا دايما معي تلم إلى مار شاربيل بنهاية التحلقات ما عاشوا بتتشكروا بتتشكروا على كل شي بتتشكروا أنه عطاني اسمه عميد ماروان شاربيل شكرا لعلها بتعالي حلقة لها شكرا